اشتركوا في القناة مجلس العرش البريطاني يعلن رسميا شارز الثالث ملكا عضاء البرلمان ورئيسة الوزراء يؤدون يمين الولاء الملكي وقصر باكينغهام يعلن أن مرسم جنازة الملكة إليزابات الثانية ستقام في التاسع عشر سبتمبر الجارية برلين تصف مقترحة تسقيف الغاز الروسي بالسابق لأوانح وواشنطن تهدد بمعاقبة مشتري النفط الروسي بأسعار تتجاوز المستويات المثقفة الخارجية والإيرانية تقول إن بيان الثلاثية الأوروبي يكفع باتجاه إفشال المفاوضات ويصب في مساعي الكيان الصهيونية وسط استمرار الانسداد السياسي بين مالي وكوديفوار حكومة باماكو تنتقد تواجد شخصيات سياسية خاضعة لمذكرة توقيف دولية على الأراضي الإفوارية أهلا بكم من جديد للتفاصيل في المستهل بعث رئيسه الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت رسالة تهنئة إلى ملك بريطانيا شارلز الثالث عقب تولي منصبه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجاء في رسالتي التهنئة بمناسبة توليكم منصبكم ملكاً للمملكة المتحدة ولبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وفقاً لتقاليد الملكية الملكية العريقة يساعدني أن تقدم لجلالتكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي بخالص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بصحة والسعدة أعلن قصر باكينغهام السبت أن مراسم جنازة الملكة إليزاباث الثانية ستقام في التاسع عشر سبتمبر الجاري في كنيسة تويست مينستر في لندن وأكد القصر أن جثمان الملكة التي توفيت الخميس عن ستة وتسغين عاماً سينقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وينتسر غرب لندن ويرق دول جثمان حالياً في تابوت مغطاً بالرأية الملكية لسكوتلندا التي وضع عليها إكليل من الظهور في قاعة في قصر بالمورال في شمال شرق سكوتلندا وأدى كبار أعضائي البرلمان السبت رفقة رئيسة الوزراء الاستراس يمين الولاء للملك تشارلز الثالث في جلسة استثنائية عقدها البرلمان وسبق الجلسة إعلان مجلسي الجلوس على العرش رسمياً تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا بحضور أفراد الأسرة المالكة وأعضاء الحكومة على صوت هذه المدافع أعلن عن بدء عهد جديد للأسرة المالكة البريطانية ومن قصر سانت جيمس لوندون شرع في حقبة جديدة في عمر المملكة المتحدة فبحضور أفراد العائلة الملكية وأعضاء الحكومة نصب رسمياً مجلس الجلوس على العرش شارلز الثالث ملكاً جديداً على بريطانيا الذي استهل القسم الملكي بعبارات الثناء والتبجيل لوالدته ومستذكراً حقبتها التي أفنت فيها عمرها خدمة للمملكة ومتعاهداً أن يمضي على ذات النهج والطريقة محافظاً على مصالح المملكة الدينية والاجتماعية إنني على دراية تامة بهذا التراث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة والتي تنقل إلي الآن سأشتهد في الاقتداء بالمثال الملهم الذي وضعته والدتي في تحملها المسؤوليات الثقيلة للسيادة وفي أداء المهمة الجسيمة الموكلة إلي والتي أكرس لها الآن ما تبقى لي من حياتي أدعو الله أن يرشدني ويساعدني وبخط يده أمضى الملك الجديد على تعهداته وعلى المواثيق الملكية الناظمة للسير الأقاليم ليتوجه بعدها مسؤول المراسم إلى إحدى شرفة قصر سان جيمس ويعلن للعامة تنصيب شارز الثالث ملكاً لبريطانيا التنصيب ذاك أعقبه عقد جلسة استثنائية للبرلمان البريطاني حضرها كبار النواب إذ بايع الملك الجديد شارز الثالث وأقسم له بالولاء أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة وأن ألتزم الولاء الحقيقي لصاحب الجلالة الملك شارز وخلفائه وفق القانون فأعانني الله وتستمر مراسم تتويج الملك شارز عدة أيام وفقاً لتقاليد البروتوكول الملكي المتبع منذ عقود على أن يتم دفن الملكة إليزابات الثانية بتاريخ التاسع عشر من شهر السبتمبر الجاري نتعرف على أهم تغييرات التي ستطرأ على جوانب الحياة في بريطانيا باعتلال ملك شارز الثالث العرش في هذا التقرير برحيل الملكة إليزابات الثانية يطوى عهد ويبدأ عهد جديد مع اعتلاء الملك شارز الثالث العرش عهد جديد سترافقه تغييرات في بعض جوانب الحياة اليومية لبريطانيا بدءاً بالنشيد الوطني والعملات والطوابع البريدية والرمز الملكي وانتهاءاً بالتغييرات القانونية فبعد أن اعتاد البريطانيون على كلمة حفظ الله الملكة في نشيدهم الوطني لمدة سبعة عقود سيعتدون مع ملكهم الجديد شارز الثالث على كلمة حفظ الله الملك يبرمج ذلك بإعلان شارز ملكاً رسمياً في حفل رسمياً وإصدار إعلان عام من شرفة قصي سانت جيمس بما في ذلك هتاف حفظ الله الملك ليتم بعدها عصف النشيد الوطني بهذه الكلمات التي ستكون المرة الأولى التي تتغير فيها منذ عام 1952 وفيما يخص العملات والطوابع فسيتم وضع صورة الملك على العملات المعدنية والأوراق النقدية المطبوعة حديثاً أما العملات المعدنية والأوراق النقدية القديمة فستكون قيد التدول حتى استبدالها تدريجياً بمرور الوقت وفيما يتعلق بالطوابع البريدية فإنها ستستبدل بأخرى لتكون عليها صورة الملك الجديدة الرمز الملكي هو العلامة التي يستخدمها الملك أو الملكة سيتم تغييره هو الآخر وتتم اتباعاته في جميع أنحاء بريطانيا ويظهر على كل شيء من صندوق البريد الحمراء إلى زي الشرطة ووفقاً للتقاليد سيتغير كل من الرمز وشعار النبالة الملكي مع قدوم الملك الجديدة ومع ذلك فإن تغيير الرمز على صندوق البريد سيشمل فقط الصندوق الجديدة وبالتالي فإن رمز الملكة سيبقى على الآلاف منها في جميع أنحاء البلاد تماماً كما بقي العديد من عموز الملوك السابقين على السناديق التي تم تركيبها قبل تنصيب الملكة الرحلة أعلن مجلس عطلائي العرش رسمياً نسب تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا في وقت تواجه المملكة المتحدة أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعين عاماً الملك الجديد الذي يريث مملكة تمر بمرحلة اقتصادية واجتماعية صعبة سيواجه مهمة شقة في تجوز مرحلة من بعد خروج مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعتري تشارلز الثالث العرش بعد طول انتظار ليرث مملكة توجه هزمة اقتصادية غير مسبوقة بمعدلة تذخم هي الأسوأ منذ أربعين عاماً وضعت ملايين الأسر على حفة الفقر شارلز الثالث يتولى مقاليد الحكم في مرحلة اقتصادية صعبة يمر بها العالم ليزيد الارتفاع التاريخي في أسعار الطاقة المشهد تعقيداً في المملكة المتحدة التي تجاوزت الزيادة في فواطير الكهرباء بها مستوى الأربعمائة بالمئة في منحة صعوده مرشح للاستمرار مع عزم الحكومة البريطانية إقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء تصل إلى ثمانين بالمئة العام المقبل تحديات اقتصادية تتزامن مع مهمة شاق للملك الجديد الذي يجد نفسه في مواجهة انقسام حد حول تدعيات ومآلات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في ذل تعالي دعوات الاستقلال في كل من إسكتلندا وإرلندا الشمالية الملك شارلز يستهل عهده فيما يحاول أن يعكس شخصيته في المجال العام في صورة ملك البيئة مبرزاً دفاعه الملفت عن قضايا المناخ ومعركة مكافحة الاحتباس الحراري ومتربعاً على عرش بريطانيا قد يكون من أبرز الشخصية التي تناصر البيئة نحج قوي يرغب الملك شارلز عبره تعزيز القوة النعيمة للملكية البريطانية على الصعيدين الداخلي والخارجي وصلت وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك إلى كييف السبت في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا حسبها مؤكدة أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالية هذا وتعد الزيارة الثانية من نوعها للوزيرة الألمانية إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أيد وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصعود أسعار استهلاك الغاز والكهرباء وطلبه من المفاوضية الأوروبية إعداد اقتراحات عملية للشروع في تجسيدها فعلياً خلال أليام المقبلة سنطرح الأسبوع المقبل إجراءات غير مسبوقة لتعامل مع وضع غير مسبوك سنشهد شتاء بالغ صعوبة لكن اتحاداً على سعيد الطاقة صلب وسيضل لا شيء مستبعد ولكن ينبغي الصهر على عدم تقويض أمن إمداداتنا خلال الشتاء على الاتحاد الأوروبي أن يتحلى بجاذبية كافية في سوق عالمية تشهد منافسة شديدة هددت وصلة الخزانة الأمريكية السبت بفرض عقوبات على الشركات التي تشتر النفط الروسية بسعر أعلى من سقف الأسعار الذي سيتم تحديدها وقالت الخزانة في بيان لها أن واشنطن لن تستأنف مشتركاتها من النفط الروسية بعد تحديد سقف لسعره مضيفة أن الحضر المفروض على سقف النفط البحرية سيدخل حيز التنفيذ النفط حرب أخرى تستعر مجدداً بين روسيا والغرب بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على أوروبا واشنطن تصعد خطواتها اتجاه موسكو وهددت تشاركات التي تقوم بشراء النفط الروسي بسعر أعلى من سقف الأسعار الذي يتم تحدده وفرضت حضراً على استراد النفط ومنتجاته من روسيا الخطوة الأمريكية تهدف في نظر محللين إلى شل الاقتصاد الروسي الذي حقق ازدهاراً بعد ارتفاع أسعار الطاقة رغم العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على موسكو في وقت تزداد فيه معاناة أوروبا من أزمة طاقوية جراء شح النفط والغاز ومع الارتفاع الجنوني لأسعارهما خصوصاً وأن القارة العجوزة مقبلة على شتاء بارد آخر ما كان في جعبة مجموعة الدول السبع الكبرى من وسائل لكبح جماح روسيا التي هددت بقطع كامل للإمدادات هو الاتفاق على المضي قدماً في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي ومشتقاته في محاولة منها لإعادة ضبط أسعار الخام عالمياً وخفض إرادات روسيا من مبيعات النفط لكن في المقابل وأمام تحديد الأسعار طريق طويل حيث يتعين أولاً على الدول السبع الكبرى إقناع الصين والهند بذلك باحتبارهما أكبر مستهلكي النفط الروسي ولم تبدي لحد الآن أي موافقة على الخطوة الغربية لقد رهن الغرب على ورقة النفط لثني روسيا عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوقعاتهم بانهيار أسواق النفط لكن تجري رياح بما لا تشتهي السفن لذا سارعت موسكو لتعويض زبائنها الأوروبيين في سوق الطاقة بآخرين على غرار الصين والهند الأمر الذي يقلق الإدارة الأمريكية من تشكل هذه الجبهة الأسيوية الصاعدة قدر البنكو العالمية تكلفة عادة أعمار أوكرانيا بأكثر من ثلاثمائة وخمسين مليار دولار ما يمثل مائة وستين في المائة من حجم ناتج المحلية الإجمالي للبلاد البالغ مائتي مليار دولار وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة المالية الدولية تسبب الحرب في أضرار مباشرة تزيد قيمتها عن سبعة وتسعين مليار دولار حتى الفاتح جويليا الماضي وكبدت خسائر في تعطل تدفقات الاقتصادية والإنتاج بقيمة مائتين واثنين وخمسين مليار دولار التقرير والمعد بتنسيق مع الحكومة الأوكرانية والمفاوضية الأوروبية أكد حاجة البلاد إلى تمويلات مستعجلة بأكثر من مائة مليار دولار على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيانة الثلاثية الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات أحياء الاتفاقي النووي إلى الفشل ويصب في مصلحة الكيان الصهيونية خوف وتكهنة أعربت عنها قوى أوروبية في ملف إيران النووية بخصوص اتفاق 2015 بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بترح رد إيران ما استدعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك اليوم السبت تعتبر فيه نص المقتلح الذي طرح على طهران والذي يمثل الحد الأقصى لمرونة القوى الأوروبية في هذا الشأن وجاء بيان القوى الأوروبية بعد يوم عن تصريح وزير الخارجية الأمريكية أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الانتفاق النووية يمثل خطوة إلى الوراء وهذا الرد لا يفي بمتطلباتنا الأساسية فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن البيان الثلاثي الأوروبي خطوة غير مدروسة تصب في مساحي الكيان الصهيونية لإفشال المفاوضات بينما اقتضى اتفاق 2015 بين طهران والست قوى دولية واشنطن، باريسا، لندن، موسكو، بكين وبرلين رفعوا عقوبات عن الجمهورية الإسلامية مجرد خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها في هذا الشأن وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية زمن الرئيس المنتهية عهدته دونالد ترامب مصرة على فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيا عن التزاماتها فيما تعززت الآمال بشأن إحياء الاتفاق في عهد الرئيس الحالي جو بايدن ويجتمع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الدرية هذا الاثنين بعد ثلاثة أشهر من حفه إيران على تقديم إجابات شافية للوكالة أبدى الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني أموس هوكستن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق لحل النزاع القائم حول الحدود البحرية وأكد هوكستن بعد وصوله لبيروت الجمعة لإجراء جولة خاطفة من المحادثات مع كباري المسؤولين أن المفاوضات بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني حققت تقدما جيدا جدا تصادم هو أم توافق في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني أم أن تفاؤل الوسيط الأمريكي له مبرراته بالتوصل إلى اتفاق لحل النزاع زيارة الوسيط الأمريكي الخاطفة إلى بيروت الجمعة انتهت بنتجة واحدة ثمت نقطة نزاع تحتاج إلى علاج حتى تسير الأمور نحو اتفاق سريع حيث أن الأمر يتعلق بتثبيت الخط الأزرقي البحري المعبر عنه بشريط العوامات القائم في بحر قبال تساحلي لبنان وفلسطين المحتلة وهو الخط الذي قال عنه الوسيط الأمريكي إن الكيان الصهيوني لا يمكنه التهاون فيها لأسباب أمنية واعدا بأن يرسل للبنان الإحداثيات خلال أيام قليلة وقال الوسيط الأمريكي بعد لقائه بالرئيس اللبناني مشيل عونة إننا نحرز تقدما جيدا جدا من جهة أخرى يرى مختصون أن المبعوث الأمريكي يحمل شيئا جديدا من جانب الكيان وهو القبول بكامل حقل قانا مع التعرجات التي طلبها لبنان على أن يكون الكيان الصهيوني سيدا على كل حقل كاريش وهو ما كان موضوع تجذب في الزيارة السابقة بين الطرفين منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل ذلك كان حزب الله قد أعلن إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش مؤكدا أن رسالته وصلت وبالرغم من التقدم الإيجابي في المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيونية إلا أنه ثمت نقاط عالقة متعلقة بالبلوك رقم ثمانية اللبناني وحاجة الكيان لتمرير الأنابيب عبره وهي النقطة التي تبقى موضع تجذب بين الجانبين اللبناني والكيان الصهيوني عبر الوسيط الأمريكي أصب سبعة جنود في صفوف الاحتلالي الإسرائيلي السبت جراء استهداف برج عسكري شمال الخليل في جنوب الضفة الغربية وأوضحت مصادر إعلامية نشبانا في المنطقة استهدف برج عسكري للكيان بعدد كبير من الزجاجات الحارقة وعبوات مصنوعة محليا ما أدى لاشتعال النيران فيه وتأتي هذه العملية ردا على الاقتحامات التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه على مدن الضفة الغربية تتخللها اختيالات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين شارك عشرة والنشطاء بالمغرب في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بدعوة من مجموعة العمل الوطنية من أجل دعم فلسطين احتجاجا على فضيحة تحرش جنسي وفساد وقعت في مكتب الاتصال الصهيوني لدى الرباط مطالبين بضرورة الإغلاق الفوري للمكتب بعد فضيحة التحرش الجنسي داخل مقر بحثة الكيان الصهيوني التي طالت مواطنات مغربيات بالعاصم الرباط نظام المخزن يجد نفسه مجددا غارقا في دوامة لا نهاية لها فضيحة يصفها مراقبون بأنها ثمرات السياسة التي يجنيها القصر الملكي جراء تطبيع المخزي مع الكيان وسط صمت فاضح لكل مؤسسات المخزن خرج عشرات نشطاء في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان تنديدا بالجريمة اللا أخلاقية التي وقعت في مكتب الكيان بالمغرب وإلى جانب فساد إداريا وماليا دعينا بذلك إلى طرد البحثة الدبلوماسية الصهيونية وندد المحتجون بتورط رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في هذه الفضيحة التي مست كرامة المغربيات وهاجم المحتجون أيضا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجمعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بمشاركة تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية داعمة لفلسطين ومنهضة لتطبيع الجهة المنظمة للوقفة الاحتجاجية أكدت في بيان لها أنه لا وجود لحل لهذه الفضيحة إلا بأغلاق مكتب الاتصال الصهيوني معتبرة أن فتحه في الريباط بمثابة تطور خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب كما طلبت المجموعة برفع دعوة قضائية أمام المحاكم المغربية لضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن من جهته رئيس المرسل المغربي لمنهضة التطبيع أحمد وحمن قال إن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى بعث رسالة مفادها مواصلة المعركة لإسقاط التطبيع وعزل المطبعين مجددا التأكيد على ضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني وترجي جواسيسه وسعاليكه وسجن المجرمين المتورطين منهم في هذه الجريمة والمطالبة أيضا بالإقالة الفورية لوزير الخارجية المغربي كلف مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السبت الدكتور حبيب سالم الثقاف برئاسة الاتحاد حتى نهايته الدوراتي الحالية وذلك بعض موافقة المجلس رسميا على استقالة أحمد الريسوني من رئاسة الاتحاد وينص النظام الأساسي للاتحاد على تفعيل المادة وحير وثلاثين التي تنص على أنه إذا شغر منصبه الرئيس أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه فإن مجلس الأمناء يختار أحد نوابي الرئيس رئيسا للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس للاتحاد في أول اجتماع تعقده أعلنت اليوم القوات المسلحة المالية أنها صدت هشوما شنته مجموعة إرهابية على مركز أمني في نيافونكيا الجمعة ووفقا لبيان الجيش المالي فإن الهجوم وقع حوالي الواحدة وخمس وأربعين دقيقة حيث أطلقت النار بشكل مباشر وغير مباشر على المركز الأمني وأكد الجيش أن المهاجمين تراجعوا بعد رد قوي من المركز الأمني ما أدى إلى فرار الإرهابيين الذين لا يزالوا البحث عنهم قائما كما أضف البيان أن الهجوم لم يسجل أي خسائر بشرية ولا مدية قالت الحكومة المالية أن سخن العاج يجب أن لا يتكون ملجأا سياسيا لبعض الشخصيات المالية الخاضعة لمذكرات توقيف دولية صادرة عن العدالة المالية فيما تنفي حكومة ساحل العاج هذه التهم وتؤكد أن أراضيها لن تستخدم أبدا كقاعدة أو لن تستخدم كقاعدة لزعزعة استقرار مالي شخصيات المالية في ساحل العاج تنوي زعزعة استقرار مالي هو ما ورد في بيان لحكومة باماكو عقب استقبال رئيس الانتقال عاصم جويطا وزير خارجية نيجيريا جيفروي أونيما والتباحث حول قضية الجنود الإفوريين المعتقلين في العاصمة المالية البيان ذاتها كدأن البلدين بحاجة إلى حل دائم بدلا من حل أحادي الاتجاه يتمثل في قبول طلب الإفوري دون تعويذ طرف المالي وتقيم بساحل العاج شخصية مالية في عهد أبو بكر كيطا صدرت في حقه مذكرة اعتقال من طرف العدالة المالية بتهمة الفساد والإضرار بالممتلكات العامة خلال توليهم مناصب وزيرية وفي خطوة منها لدرء تهم الماليين راحت الحكومة الإفورية تطالب بإطلاق صراح جنودها مؤكدة أن أراضيها لن تستخدم أبدا كقاعدة خلفية لزعزعة استقرار مالي وأن جنودها المعتقلين هم جزء من قوات لتعزيز بعثة حفظ السلام الأممية في مالي المعروفة اختصارا بالمينوسما رواية لم تستسغها سلطة باماكو التي أقدمت على اتقال 49 جندياً إفورياً منذ العشر جولي الماضي موجهة لهم تهم محاولة زعزعة استقرارها ووصفة إياهم بالمرتزقة ما دفع بالرئيس الإفوري الحسن وطارا إلى عقد اجتماع طارئ للمطالبة بيطلق صراح الجنود المعتقلين فوراً ورغم أن مالي أفرجت قبل أيام عن ثلاث جنديات لدواع إنسانية فيما أبقت على استمرار اعتقال السلطة والأربعين الآخرين غير أنها دعت قوات مينوسما إلى وقف عملية استقبال الجنود الدوليين وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية لقي نحو 17 شخصاً مصرعهم إثر هجوم شنه مسلحون على إقليم جوغو شمال شرق الكونغو وقال مسؤول والإقليم من المسلحين أطلقوا أعيرة نارية وأحرقوا عدداً من المنازل ونهبوا ممتلكات وقتلوا ما لا يقل عن سبع نساء وثمانية رجال وطفلان في حصيلة تبقى مرشحة للارتفاع كما ذكرت مصادر أمنية أن تعزيزات عسكرية وصلت للمنطقة دون أن تتمكن من توقيف المهاجمين مشيرين إلى أن الجيش أطلق عمليات تعقب لعناصر المجموعة المسلحة رفض الوزراء ولفارق المجتمعون في القاهرة ما اسمه تحول المفاجئ من الوقود الحفري إلى الطاقة البديلة ودعا بيان الصدر في ختام منتدى استمر ثلاثة أيام لوزراء المالية والاقتصاد والبيئة الجمعة إلى تجنب الأسليب المحفزة على صحب الاستثمارات بشكل مفاجئ من الوقود الحفري بما يهدد التنمية في إفريقيا ومن المنتظر أن يكون دور الغاز في الانتقال لطاقة أنظف نقطة خلاف رئيسية خلال قمتية المناخ التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بالتسامن مع دعوات للتخلص منه واستبداله بمصادر الطاقة المتجددة يجب أن يكون هناك وقفة الحقيقة على مستوى التعاون الدولي يوضح فيها أن الكل يجب أن يفي بالتزاماته كما جاءت في اتفاق باريس مصر شأنها شأن باقي الدول مشكلة ارتفاع منصوب سطح البحر مشكلة التصحر وجفاف التربة مشكلة التزابز في درجات الحرارة بمجاد حر جدا أو شتاء يبقى كارس جدا من نسبة أمطار البنية التحتية مش متحملها فبالتالي القضية الأولى لجمهورية مصر العربية شأنها شأن الدول النمية هي قضية التكايف وفي الرياضة ستكون لعبة التنس التونسية أنس جابر على موعد مع كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق عندما تواجه البولونية إيجاج فيونتيك صهرة اليوم في نهاي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وختم جولتي الحصاد إلى التذكير بالعنوين مجلسه العرشي البريطاني يعلن رسميا شأن شارز الثالث ملكا أعضاء البرلمان ورئيسة الوزراء يؤدون يمين الولاء الملكي وقصر باكينجهام يعلن أن مرسم جنازة الملكة إليزابيات الثانية ستقام في التاسع عشر سبتمبر الجاري برلين تصف مقترحة تسقيف الغاز الروسي بالسابق لأولح وواشنطن تهدد بمعاقبة مشتري النفط الروسي بأسعار تتجاوز المستويات المثقفة الخارجية والإيرانية تقول إن بيان الثلاثية الأوروبية يدفع باتجاه إفشال المفاوضات ويصف في مساعي الكيان الصهيونية وسط استمرار الانسداد السياسي بين مالي وكوديفوار حكومة باماكو تنتقد تواجد شخصيات سياسية خاضعة لمذكرة توقيف دولية على الأراضي الإفوارية ختم شولتي الحصاد للمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما أن الموقع الإلكتروني لقناة جزائر الدولية يبقى في خدمتكم نشكلكم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر